أهلا بكم البناء والسلام وقوة تحمي الأوطان عقيدة الجيش المصري الدائمة منذ عقود يحتل مراكز متقدمة في صفوف جيوش الوطن العربي والعالم في البر والجو والبحر يصنف الجيش المصري حسب تصنيف الموقع العسكري جلوبال فايرباور لعام 2023 يصنف من أقوى 15 جيشا في العالم من بين 145 جيشا الجيش المصري يحتل المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا من حيث القوى العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها يتخطى تعداد سكان مصر 100 مليون نسمة بينهم 37 مليون نسمة مؤهلون للخدمة العسكرية يضم قوام الجيش نحو 440 ألف شخص لإحتل المرتبة العاشرة عالميا في عدد القوات كما تضم قوات الاحتياط 480 ألف شخص يتميز الجيش المصري وفق الموقع العسكري العالمي بأسطول طائرات عسكرية يبلغ 1069 طائرة يحتل به المركز الثامن عالميا ويحتل الأسطول الجوي المقاتل المرتبة العاشرة عالميا يمتلك الجيش المصري أسطول دبابات قتالية كبير يحتل به المرتبة الخامسة عالميا يصل إلى 4664 دبابة كما يحتل بالمركبات القتالية المركز العاشر عالميا تشمل مركبات ذاتية الدفع ومركبات ذات إطلاق متعددة يتميز الجيش المصري بامتلاك أسطولا بحريا من السفن الحربية والغوصات وضعته في المرتبة الثانية عشر عالميا ويضم الأسطول حاملتين للطائرات الهليكوبتر من طراز مسترال وفرقطات من طراز ميكو 200 الألمانية وفريم الفرنسية والشباحية جويند وفريم بيرجاميني الإيطالية إضافة إلى أربع غواصات ألمانية القوات البحرية المصرية مسؤولة عن حماية أكثر من ألفي كيلو متر من الشريط الساحلي بالبحرين الأبيض والأحمر وتأمين الحدود البحرية والمجرى الملاحي لقناة السويس وجميع الموانئ المصرية البالغ عددها 21 ميناء إضافة إلى 98 هدفا بحريا مصر في قلب العالم بحدودها البحرية والبارية وأكافة التحديات التي تواجهها آمنت منذ ميلادها بأهمية قوتها العسكرية في الحرب والسلم فحتى في أصعب لحظات الوطن العربي في 2011 نجح الجيش المصري في رأب الصدع وحامل مصر والمنطقة إلى بر الأمان